أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنصة مما بين دفاتر مديونياتهم ودفاتر دراستهم يقبع الطلاب اليمنيون المبتعثون في الخارج انقطاع صرف مستحقاتهم الدراسية فاقم من وضعهم المعيشي وأضاف إلى جهدهم المبذول في الدراسة والتحصيل العلمي جهدا آخر جهد البحث عن ما يسدون به الفراغ الذي خلفه انقطاع المستحقات من احتياجات معيشية لسيما في دول المهجر المعروفة بغلائها المعيشي ستة أشهر لم يستلم فيها الطلاب المبتعثون المستحقاتهم وليست المرة الأولى التي تتأخر فيها صرف الأربعة الدراسية فمنذ الأزمة التي ضربت البلاد ومؤسساتها إثر انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة تعاقب الوزراء والسفراء لكن لم يأتي واحد منهم بحل نهائي لهذه المشكلة التي ظلت تترحل شهرا بعد آخر عن المعاناة المستمرة للطلاب المبتعثين في دول الخارج ودور الجهات المعانية في التخفيف عنهم سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة لكن قبل البدء مشاهدين باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع هذه هي التصريحات التي وصلتنا عبر الواتساب من بعض الطلاب المبتعثين على الأقل يتم استثناء مثل هذا الإجراء التعسفي على الأقل والعمل بموقع بتوجيهات وزير التعليم العالي والمنفات المدروسة وأن لا يحرموا وأن تستثناء خاصة إن لم يكن هناك استثناء لجميع الطلاب في بقية البلدان نحن لسنا ضد أن لا يطبق لأحد تعليم العالي الطالب في لأحد تعليم العالي يقول على أنه من حق الشخص أن يحصل على المساعدة المالية وتنطبق عليه الشروط إذا الشروط لم تنطبق على ذلك الطالب من حقهم أن يوقفوها لكن أن يحرموا الكل لمجرد مخالفات وهم يدركوا تماما أن من خالفوا في مثل هذه الأشياء أصلا قد رفعت أسبوعهم وقد ألحقوا بأرباع سابقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أشكركم على إتاحة الفرصة لنا لإيصاد صوت الطالب اليمنين في الصين في هذه الأوضاع ومن خلالكم أود أن أموجه رسالة الرطمين إلى كافة الأهل والأحباب في اليمن نقول فيها بأننا بخير وصحة معاتي وكل الطلاب اليمنين في الصين بفضل من الله لم تسجل أي إصابات في صفحهم في الصين بشكل عام من شمالها إلى جنوبها ومن شركها إلى غربها الرسالة الثانية وهي موجهة إلى الحكومة اليمنية وحكومتنا الموقرة نقول فيها نود أن نشعر ولو للاحظة بأننا في ضري حكومة وضري دولة نناشدكم بوضع الحلود اللازم والعائل للطلاب اليمنين في مدينة بوحان كون المدينة موبوءة والطلاب هناك يعانون الأمرين نناشدكم بوضع الحلول العاجلة والسريعة والصرف المستحقات الطلاب والمتعادين المتأخرة من العام الماضي ومستحقاته لهذا العام يلسلنا للطالب العيش بأمن واستقرار في ظل الخوف والهلأ من هذه الأوضاع هناك وعود معادة بها الحكومة بعمل حلول النازل ونحن نتضيبها وتنطور تطبيقها نتمنى أن لا تكون وعود كالوعود السابقة أو حبل على ورق قابلة للتنفيذ كذل الحكومات الأخرى وكذل الجالية تم إجلاء قبلة موقعا إلا الجالي اليمني والطلاب اليمنين نحن نناشد مرة أخرى من خلالكم الحكومة اليمنية بأن تكون جادة في مدين هذه المواقف وإذا كان هناك موضوع إجلاء يجب أن يكون في الحسبان موضوع انتقال الفيروس والحجر الصحي وكل تلك القطوات حفاظا على صحة وسلامة الطالب اليمنين وكذلك بلدنا حديث يا حكومة والله عيب والله عيب ورب الكعب عيب يا جماعة كل ربع كل ثلاثة شهر كل ستة شهر نصيح يعني نقلس نحن ندرس ولا نقلس نشارع ما لكم يا جماعة يا دكتور رب معين عبد الملك أنت طالب قبل سنتين ثلاث سنوات يعني مش كثير مرت الشعور بماس الطلاب وبحاتهم وكيف لما يكونوا بالغربة وهم ما بش معهم مصارف ورسوم دراسية يعني هذا كل تحمل الدولة التقصير هذا اللي حاصل يعني أنتم تتحملوا مسؤولية الطالب هذا الطالب الآن أصبح يدور يبحث عن مقصد الرزق يعني مما أدى إلى تقصيره في في قوانب التحصير العلمي أنتم يا جماعة بالتحمل المسؤولية والله العظيم شفتنا قبل يومين اسمو هذا السلطان بهانق الماليزية يعني محافظة المحافظة الولاية بكله يكرم طالب يمني لأنه تفوق وأقل البحث حقه بمركز الأول وحزنت فخرت لأقله وحزنت لأقلنا يعني أنتم وقال لك ليش ماليزية يعني تطورت لأنه مهتم بالتعليم بالتعلمين يعني يكرموا الناس المبدعين حتى لو هم مش ماليزيين وأنتم يعني نحنا من الدايمة وأنتم ولا ولا عندكم أي شعور بالمسؤولية يا جماعة عيد إذا ما أنتم مش قادرين علم سوريا استقلوا قدموا استقالاتكم إذن مشاهدين الكرام نعود إليكم من جديد ونبدأ باستقبال لأول اتصالات هذه الحلقة ومعنا من ماليزيا إفاق علي نعمان مرحبا بك إفاق أهلا بك أختي الكريمة أشكركم من تحت الفرصة لنا التعبير أهلا بك إفاق لا أعرف ماذا أسألك ونحن ربما هذه الحلقة العاشرة على الموضوع نعرف كل مشاكلكم ولكن في آخر حلقة لذا كانت على نفس الموضوع موضوع الطلاب المبتعثين ومشاكلهم كان هناك تصريحات ربما من السفير اليمني في كوالا لنبور تعهد بمتابعة مشاكلكم وحلها إلى أين وصلتم وكيف هو وضعكم الآن أختي الكريمة معاناة الطالب اليمني في أرض المهجر والله أصبحت كنشيد نتلوه صباح المساء يعني نحن سأمنا من تكراره وأنتم أيضا كما قلت سأمتم من سماعه ولكن ليس باليد حيلة يعني سوف نستمر بترديده سوف نستمر حتى تصل إلى الآذان الصماء المسؤول عن هذه المعاناة يعني أبدأ كلامي بالحديث الشريف ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش برعيته إلا حرم الله عليه الجنة يعني أين هم من هذا الحديث يعني هم ولوا أمور هذا المطلاب يعني أكثر من ألف طالب في ماليزيا فقط هم ولوا هذه المسؤولية أقول لهم الله الله في طلاب في أرض غريبة لا سند لهم فيها ولا فرصة للعمل ليقدوا ما يسدوا به مطلبات حياتهم اليومية يوقتي إلى الآن نفس الكلام مستحقات تسعة أشهر لم تسلم بدل كتب ضاعت في غياه بالجيوب لم تسلم منذ خمس سنوات تذاكر للخريجين يعني لم تسلم إذا تخرق الطالب هنا في ماليزيا خاصة لابد أن يرقع إلى بلده أو أنه ليسمح له في البقاء إما فيزة طالب أو فيزة عمل وإلا في استقل مكانه ليس له مكان آخر ثمان طلاب مبتعسين لم يستلموا مستحقاتهم لسنة أو لسنتين يعني ابتعثوا بقرارات إيفاد من الجامعات ولكن لم تسلم لهم أي مستحقات بحقة لا يوجد ميزانية الآن لاستيعابهم الآن يعني بعد أنهم قدوا سنة أو سنتين يقول لهم لا يوجد مكان لاستيعابكم كيف تتوفر فرصة لابتعاد طلاب قدد من أبناء المسؤولين لغمت بها كشوفات الابتعاد في سفارات ولا يوجد لمثل هؤلاء الطلاب المكتهدين فرصة نسوم دراسية متأخرة مما يعرض الطالب للإيقاف وأحيانا منع من دخول إيقاعات الإختبار كذلك أسقطت أربعمائة طالب من كشوفات الاستحقاق بعدم عدم توفر حقية عدم توفر البيانات يعني أوصل الطلاب إلى حالة مأساوية بكل المقاييس هؤلاء الطلاب التي تتحدث عن أن تم يسقط أسماهم من الكشوفات وضحي لنا الفكرة أكثر يعني طلاب على أساس أنه لم تتوفر بيانات يعني هل هم مستمرين في الدراسة هل هم مستمرين بيان من المشرف بيان من الجامعة بيان من كذا كذا قالوا هذا ما الأطلاب لم تتوفر لدينا أي بيانات عنهم فبالتالي يعني خلاص ألغيت أسماهم من كشوفات الاستحقاق يعني إنه إذا أتت المستحقات بعد لا أعلم كم شهر يعني توفر لن يكون لهم أي مستحقات يعني أسماهم خلاص ذهب من الكشوفات نهائية نعم إفاق نحن لما نقوم بالتواصل مع المسؤولين في السفارات يبررون تأخر المستحقات أنها ليست من السفارات وأنها ميزانيات وآتية من وزارة المالية ومن وزارة التعليم العالي أنت من تحمل المسؤولية هذا التقصير من الذي يتحمل مسؤولية استمرار هذه المشكلة أكيد أنه في الدورة الأول هو هم الداخل يعني اللي هم الوزارة وزارة المالية ووزارة التعليم العالي بحق أنهم بيدهم القرار الرئيسي وكذلك السفارة يعني هي بيدها يمكن دور أنها تبين حالك الطالب ترفع لهم كشوفات من الجامعات الماليزية يعني الجامعات الماليزية ترفع كشوفات للسفارات هؤلاء الطلاب لو يقد معهم رسوم أو أنهم سوف نتوم فصلهم يعني على الأساس السفارات توضح لهم يعني الوضع المأساوي عشان هم هناك يعني يسرعوا يسرعوا بعمل حل قذر ليس حل مؤقت نعم يعني في ماليزيا في ماليزيا هنا المعيشة غالية جدا غالية جدا يعني أين نذهب؟ أين يذهب الطالب؟ يعني يكفيه عبء الغربة عبء أنه يكون بعيد عن أهله يعني أسقل عاتقين منهم الدراسة يصرفوا لنا وعودة صريحات كلها حب على ورق أشبه ما يكون مسجدات ألم فقط نحن نطالب نطالب أنه يكون في آلية صرف شهرية لمستحقاتنا حاليا نطالب بصرف ربعين على الأقل وكذلك صرف رسوم دراسية بوقتها يعني دون اعتصامات دون مطالبات كمان صرف بدل الكتب صرف تذاكر للخريجين أتمنى من المسؤولون أن يكونوا قدر المسؤولية أو أن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص فإنهم مسؤولون عنه يوم لا ينفع لا مال ولا بنون أتمنى أن تصل لهم رسالتنا يعني كررناها مرار مرار وتكرار لمئات المرات أتمنى ولو مرة واحدة أن يعطونا أذانهم الصاغية وتوقيعهم النافذ أتمنى ذلك كلنا نتمنى ذلك إيفاق علي نومان كنت معنا من ماليزيا شكرا جزيلا لك مشاهدنا الكرام اتصل آخر هذه المرة من لبنان معنا علي مرحبا بك علي مساء الخير مرحبا أهلا بك مساء نور لك والجميع المشاهدين أهلا بك علي إيفاق كانت معنا من ماليزيا تتحدث عن تأخر المستحقات المالية لتسعة أشهر ماذا بالنسبة لكم أنتم في لبنان وأيضا من المعروف أن لبنان من أغلى المدن ربما العربية كيف أنت تتدبرون أموركم في ظل تأخر المستحقات المالية طبعا لبنان غالية جدا وبيعانهم عنه بالطلاب جدا شبيبا من ناحية المالية لأننا نتحدث لأن لبنان تمر حتى بأزنة ودلات غالية يعني لبنان غالية جدا يعني من عن المستأجر يجيلك مستأجر يطرتك من أسطة البيت يقول لك يلا طلع من بيتي يجيلك فكذا يقول لك أنه طلاب صامتين لهذا اللحظة وصامتين مصابرين يعني وحتى على مستوى على مستوى جدا غالية لبنان في كل مستوى في كل المجالة ليس بس بي ليس بس بمستوى الإجارات الطعام كل شيء غالي بس عدنا المشكلة التي بنحاني منها هذه ببنان المشكلة المشكلة بائثية وهي من جانب السفارة ومن جانب مزارة بعض الممتعاتين هنا أغلبية من مزارة تعليم الفني أني واجه مشكلة لديه اختلال قوانين من جانب السفارة وماذا يعني أنه تم اصدار مذكرات للطلاب تلاعب بالقانون يعني يعني كيف أقول لك يعني منذ منذ بتعافنا ونحن معاني بالوصل السفارة للجمهورية اليمنية من التلاعب بالقانون بصالح أشخاص بحكم أنه يعني أنه المسؤول الثقافي للسفارة هو كان طالب كان طالب لفترة ولا يوجد لدينا ملحق ثقافي معين من الجهات الرسمية للجمهورية اليمنية فهذا الزرر يعني أنه يعني 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 نحن عنا من ناحية سفار مذكرات رسمية للجمهور للزارة التعليم الفني وطلاب غير يعني غير متعترين لسنوات ليستمري ويستمر في منحكم له الزلام وهذا جلب يعني في مبرر في منصف الزرر يعني يعني الله يتم العبد القوانين على كيفية طالب مجتهد و تدرس و كل شيء يقول لك نحن نذكر هذا التأثير يعني نذكره أبدا لا يتم تجاوز مع الطلاب الذين يستعثر للمنح و يتم تجاوز مع المتعثرين الذين لهم مقلب سنين يوجد لدينا طلاب بعد تجاوز فارسنين و سنتين و مستمجن أن نحطهم مستمجن أن نحطهم لهم الثلاث و كذلك بمزارة التعليم الفنية و التعليم الفنية يتم يتم بتاع الطلاب أو استمرارية لطلاب متعترين لأدة سنوات وهذا الشيء الذي ينعني بشكل كبير في لبنان على الصعيدة الجاملة يتم منح طلاب و أعطاء طلاب آخرين إذن علي كنت معنا من لبنان شكرا جزيلا لك اتصال آخر هذه المرة من الصين معنا هيثام الشاميري مرحبا بك هيثام أهلا و مرحبا بكم يسعدني و يسرني تواجد معكم في برنامج منصة و نشكر قناة برقيسة الرائدة في المجال الإعلامي على التحد هذه الخرصات لتوصيل سوطن العالم أهلا بك هيثام بداية أنت في أي مدينة في الصين طمننا كيف المدينة اللي انت فيها كيف الطلاب اليمنيين في هذه المدينة للأمانة في مدينة وخان الذي سمع عن وضعها العالم بشكل كامل حقيقة الطلاب اليمنيين في وخان يعيشون كارثة بكل ما تحملها الكلمة من معنى مع انتشار الفيروس كورونا في مطلع شهر يناير في مدينة وهان عاصمة هوبي مع انتشار هذا الفيروس اتخذت السلطات الصينية كل التدابير لازمة المكافحات الفيروس وقدمت ما لا يمكن أن تقدمه الدول المتقدمة نظرا لما تتمتع به الصين من إمكانيات كبيرة في المجال الطبي لكن الإشكال يتكمن يا عزيزتي أن الفيروس كورونا ينتشر بطريقة سريعة وعبر التنفس أو ربما عبر الملامسة ولم يتمكن الأطباء إلى الآن من اكتشاف علاق لهذا الفيروس لذلك أصبح أغلب الناس يقطنون في مساكنهم لا يستطيعون الخروج لا يستطيعون أن يعيشوا حياتهم بالطريقة التي كان يعيشها من قبل الناس لا يستطيعون أن يخرجون من شراء الأغراض وشراء حياتهم الأساسية أصبح الطالب يعيش طول الوقت في غرفته لا يستطيع أن يخرج بشراء المواد الغذائية وشراء المسنجمات الطبية هناك بعض الجامعات الجانب الصيني للأمانة قدم خدمات كبيرة للطلاب خصوصا للطلاب الأجانب نشكرهم على حسن تعاملهم مع الطلاب الأجانب لكن الخوف يكمن في أن هذا الفيروس ينتشر بشكل كبير جدا خصوصا بعد أن أغلب الدول قامت بإجلاء أبناءها من المدينة ولن يتبقى إلا الطالب اليمنى يقتله الخوف يوميا كل يوم نصحة يعني ننام على عدد معين للحالات نصحة في يوم التالي زادت العدد بمقدار ثلاثة ألف حالة هذا العدد عدد مهموم يجعل الخوف مسيطر على القلوب لا يستطيع الطالب أن يعمل شيء حيال ذلك نعم حيثم الآن ما هي أبرز مطالبكم كان هناك تسجيلات أو فيديوهات قمتم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وجهتم رسائل للحكومة هل كان هناك أي تجاوب ماذا تم الرد عليكم للأسف نأسف جدا جدا من دور الحكومة من دور حكومتنا اليمنية الطلاب يماشدون يشتغيثون كل الجهات المعنية بأن تنقذهم يعني ما زالت هذه التوقيهات إلى الآن بعد تشكيل اللقنة برئاسة الدكتور سالم الخنبشي وكافة أعضاء ومزير الصحة ومزير التعليم وكافة أعضاء اللقنة ما زالوا يتناقشون إلى متى سنتغلب على هذا الإجراء الروتيني الممل الذي يعاني جراه الطلاب الخوف والهلع كل يوم أحد الإخوة لديه طفل سمر يوم كامل يرحف لطفله عن حليب لن نستطيع إيجاد الحليب الذي يتناوله ابنه هذه الإشكالية واللجنة المكلفة تبحث كل يوم تبحث هذه القضية القضية لا تستهل كل هذا الموضوع نعم حيثام ونالك من برر تأخر القرار من الجهات المسؤولة أن الوضع في اليمن لا يسمح بترحيلكم إلى اليمن لا قدر الله إذا تم انتشار الفيروس لن يستطيع السيطرة عليه في ظل الإمكانيات السيئة والوضع السيئ الصحي في اليمن ولكن هذا ليس مبرر يمكن أن يتم نقلكم إلى أحدى المدن داخل الصين التي ليس فيها الفيروس إلى دولة أخرى تقوم السعودية باستقبالكم لماذا لا يتم إجلاء الطلاب اليمنيين مع الطلاب السعوديين هناك الكثير من الحلول أنا أتفق معك في هذه النقطة كان يجب على الإخوة السعوديين والإخوة في التحالف كما يتدخلون في اليمن في الشؤون السياسية يجب عليهم أن يتدخلوا في هذه الشؤون هذه الشؤون الإنسانية أين دور المرضمات الحقوقية أين دور مركز الملك سلمان إن دور مرضمة الصحة العالمية هؤلاء طلاب يستغيثون يستنجدون ليس لهم أحد إذ لم توقف عنهم حكومتهم نحن نرى أن هذا يعتبر إهمال من الجهات المعنية هي الجهة المخولة الوحيدة بإجلاءنا هي الجهة الوحيدة المخولة بإجلاءنا الحكومة اليمنية وهي أن تستطيع أن تخاطب أو تقدم طلب إلى دول الجوار دولة عمان الشقيقة إلى دولة السعودية إلى دول التحالف إلى دول الجوار بشكل كامل يستطيع أن يقدموا يطلبوا منهم أن يتم أن نقضي فترة الحضانة لهذا المرض 14 يوما لا تعجز السعودية أن توفر هذا المطلب طلاب اليمنيين 170 طالب العدد ليس كبيرا وأيضا المطلب لا تعجز السعودية عن تنفيذه هناك إمكانية المهولة لدى الدول الجوار نتمنى أن يكون لهم نفت ويكون لهم وقفة إنسانية وهذا لن يكون فضل منهم هذا مسؤولية أخلاقية تقع على عاتقهم إذن حيثام الشميري كنت معي من الصين شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام اتصال آخر من أوس سعيد شريف ينضم إلينا من روسيا أهلا بك كيف هو الوضع عندكم في روسيا الوضع هنا يعني هو دائما ما يتكرر يعني في القنوات والخبار وكل ما ترك معنا في الطالب اليمني كل مرة المستحقات يعني من الأربع سنوات الماضية دائما المستحقات تتأخر هذا شيء معروف لكن وصلنا كل مرة وحنا نعمل ظاهرات إلكترونية مصيحة طلاب يمروا بحالات صعبة صرفوا مستحقات الطلاب اعتصمنا أمام السفارات جميع الأحوال هو في تأخر كان يعني وبيوصل بعد تأخر طويل لكن هذه المرة لما قلنا ما فيش فائده من عصاماتنا أو الطلابات اللي بنسويها فانوقف شوية وقفنا يعني ضالت على المده الأول اللي كانت بيتأخره فلا حياة لما تنادي طلاب يمنيين هنا في جامعاتهم والله وشوفوا مانا بعين يعني يخرجوهم بعضهم الاختبارات لازم عليهم يتخل بعض الروبات رسوم صاروا حتى مسؤولين يعني في البداية كان الكذب يعني يبدأ عند المسؤولين من السفارة يقولون لكم باينقول البعضين باينجيب لكم الربع بعدين الآن للأسف يعني يوصل أنه رئيس الوزراء بكله يفير يقدم تصاريح ويقول خلاص بانيصرف لكم وخلينا على نفس الحال هذا وراكنين تمر أشهر يا أخي أقل الشي يقول بأصرف لكم يمر سبوعين وصرفوا ماي يمروا شهرين هو نفس الحال يعني صارنا نحن معد نتقل بحد يعني إيش نتوي طالبنا فإحنا لأسف في الحال مش مفي أي تغير أولها حتى زملائنا بصين الآن نفس الشي قد الأخوال اللي قبل يتكلموا عن كل هذا يعني إذا كان في فشل وعجز يعني يحلوا مشاكل بسيطة من هذه فالأسف كيف نقدر نحن نعول عليهم في أمور أكبر يعني نعم وسنت تتحدث عن طلاب تم يخرجهم من الاختبارات من بعض الجامعات التي يلتحقون بها لعدم سداد الرسوم أليست هذه مسئولية السفارة أن تقوم بالتواصل مع هذه الجامعات ربما أن يحصلوا على استثناء مهدى تأخير أليست هذه أيضا مسئولية السفارة أن تحل مشاكلها أولاد طلاب أسف الضحكة جاس كذا تلقائيا لما حد يذكر لي اسم السفارة الأمان السفارة عندنا هذا الأيام أصلا مش مشغولة بقضايانة بقدر ما هي مشغولة بتفرقة الطلاب سفارتنا هذه الأيام الأسبوعين الأخيرة تسجع طلاب تدعم طلاب على طلاب يعني نحن قاعدين ننشغل تأسيس اتحادات تجمع كل الطلاب هنا بحيث يكون تمثلهم جميعا لكن السفارة حقنا الآن مشغولة كل واحد مع أحد يعني السفير الآن بيوقف كل مرة يلتكيب ناس يحرغ ناس على ناس يعني قال بدل ما أنهم كل يوم عندي بالسفارة وجال فيني آذوني على الغول تنفنان آريح على الرغم ما لا اشتحم السفارة قال أجعل هذين هم البين و فرق الطلاب للأمان يعني الآن في موسكو طلاب المدن آآ هذا يسوي له اتحاد على جنب هذا على جنب آآ يشتيب عدل بأي طريقة الاتحاد الصحيح الذي يشكلناه يشكل بأي طريقة هنا يحرب بحيث ماء لأن هذا الطلاب الذي أسسوا الاتحاد الأخير هم الطلاب المؤثرين هم الطلاب المتحركين واللي دائما يطالبوا بحقوب الطلاب واللي دائما يكشفوا فسادة والفسادة بشكل عام في السفارة هذا يحاول بقدر استطاعه أنه يشكل بين البين وليس يعني يسوى مثل هذه الجهود الأخيرة في تفريبة الطلاب أنه يعملها في شيء في نفعتهم كل ما طلبناه منه أو صحناه دائما ونحن نقول سعد سبير الموضوع بسيط دخلنا مكتبك وعملنا صورة ورونا رسالة أنك توجيها للداخل وقلنا يلا حرجوا مثل محترمكم بحن نقول لك على العين والرأس لكن إذا عاجز أنك تخل مشكلة تحتوي الطلاب يا أخي كيف عادل تسوي معنا علاقات مع العروس يعني علاقات كبير أمور أكبر من هذا الشيء السفير ما قدر قلها إلى مواقع التواصل الاجتماعي يتم إسقاط بعض هذه الأسماء من الكشوفات ما صحت ذلك واس صحيح صحيح رأيت اللجنة التحضيرية للتحاب طلبه اليمني في الخارج والرسفياني يعني معه واحد أكد لذلك يعني بعد الرسوم حقه مكتوعة يسأل يتابعا ورسل الناس للوزارة في الداخل يقول وابح هذا الطاهري ندير البعثات يقول خلوني أجبه شوي يعني بالوابح معاتي حياة وعلى فكرة ربما الآن أنا عقد على الصال ربما يأخ رحت مسحقاتي ما أظن لأيش تكلمت عليهم معاتي حتى هرية بالكلام ولأ شي لكن نحنا ما همنا أرباع عنا نخصرها مش فائدة مش هم من ذا شي نحنا بنتكلم وبالنادي وبعد نجلس بحقوق الطلاب لا ما يفرج الله لكن نتمنى حتى إذا في تأخير من مستحقات عادي نشتين كون على الطلاع يكون صار هنا مش تطريحات ولمن جاء لأ تطريح وإحنا قلنا بعد هذا التطريح طلاب لا والله بعضهم لا يجد أي شي صعب نتمنى أن تصل رسائلكم شكرا لك كونت معنا من روسيا مجاهدين الكرام اتصال آخر هذه المرة من الهند معنا عبدالقادر عونين مرحبا بك عبدالقادر نعم مسار خير أختي عزيزة مسار خير لكم ولجميع العاملين على قناة بالكيس ولجميع مشاهديكم أيضا أهلا بك عبدالقادر تفضل كيف هو الوضع معكم في الهند بداية نحن نتشارك الوضع مع جميع الدول وبقيات الدول في العالم لكن لا نتحدث الآن عن المشاكل لأن الزملاء قبل قد أسهبوا في هذا الموضوع وقد تحدثوا بكل التقاصل اسمحي لي أولا أن نوجه رسالة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالن عبدالملك وهي أيضا أعتقد من جميع الطلاب يرون هذا الشيء وهذه الرسالة يريدون توجيها إلى دولة رئيس الوزراء طبعا دولة رئيس الوزراء كان طالب فترة قصية كان أيضا طالب مثلنا وتفائلنا خيرا وتفائلنا كثيرا بعد تعينه في منصبه هذا ظنينا أنه سيهتم بالشباب سيهتم بالطلاب سيحل مشاكل الطلاب المعلقة منذ سنوات لكن للأسف أصبح من أهم العوائق في طريق حل المشاكل فبداية هذه المشاكل كانت توجيهه بإيقاف جميع المساعدات المالية من الربع الثالث جميع المضاطين والطلاب المضاطين للمساعدات المالية للربع الثالث قامت دكتور معين عبد المريك بإيقافها يوقف المساعدات بدلا من مساءلة البعثات الدبلوماسية عن المنع المقدمة من الدول الصديقة والتي يستولي عليها أبناء البعثات الدبلوماسية وآخرها ما حصل لذينا في الهند من منحة الآشي سيار التي تقدمها الحكومة الهندية استولوا عليها أبناء الدبلوماسيين أيضا ما حصل في مصر وغيرها من بقية الدول ويأتي الدكتور معين عبد المريك ويطرح جم غضبه ويصف جم غضبه على هؤلاء الطلاب المساكين في دول الابتعاد والذين ينتظرون ينتظرون مستحقاتهم طبعا كما قلت لن أتحدث عن المشاكل الكثيرة لكن نتحدث عن الحلول المشكلة يا أختي العزيزة ليست بهذا الشكل الذي تحاول الحكومة تصويره للا الإعلام أو للمشاهدين والمستمعين في أكثر من لقاء أو مقابلة للمسؤولون في وزارة التعليم العالي كل ما هو مطلوب من الحكومة هو النية الصادقة والعمل بضمير هذا ما يتطلب حل مشاكلنا في دول الابتعاد مثلا عندما نستلم الربع الثاني في 2019 في شهر نوفمبر 2019 لماذا لا يتم تجهيز كشوفات الربع الثالث في نفس الشهر حتى نستلم في بداية شهر يناير لماذا ينتظرون إلى شهر يناير ويقومون بتجهيز الكشوفات الكشوفات الاربع الأخرى هذه المشفية كان لدينا ربع متأخر فأصبحت ربعين فأصبحت الآن ثلاثة أربع كله بسبب هذا العمل الغير منظم دعينا نقول نستخدم هذه الكلمة فقط من باب الاحترام لهم أنه فقط عمل غير منظم في شهر ثمانية كان المفترض أننا نستلم الربع الثاني حسب وعد وزير التعليم العالي ونائب وزير التعليم العالي كان المفترض تسليمه في بداية شهر عشر في بداية شهر أكتوبر 2019 لكن حصلت المشاكل في عدن وحصلت الأحداث الأخيرة في شهر أغسطس وحذرنا الحكومة وقالوا أن المكاتب التعليم العالي كانت مغلقة وكل هذه الأعدار وقلنا هذا عذر مقبول لكن ما عذرهم الآن نحن الآن في شهر أشهر معلقة لديهم أشياء الآخر لماذا ينتظرون إلى وقت صرف المستحقات ويقومون بمطالبة الملحقية الثقافية بحديث بيانات الطلاب هو فقط إضاعة للوقت ومحاولة لكسب لكسب الوقت محاولة للمواطلة كما قلت كل ما نحتاجه هو العمل بضميع أكثر من 6 عميمات وصلت في ثلال شهرين نعم وضحك الفكرة عبد القادر أعتذر على المقاطعة ولكن نريد أن نتيح بعض المجال لطلاب من دول أخرى فكرتك كاملة وواضحة أشكرك أنك كنت معي وأتمنى أن يصل صوتك ورستك أيضا للمسؤولين شكرا لك عبد القادر ونين كنت معي من الهند مشاهدين الكرام معنا من الجزائر حسن السدر مرحبا بك حسن حسن ولا حسين أحسن حسين مكتوب عندي حسن عفرني حسين لأنك شكرا لجناك بالجيس لتاحة الفرصة لأنك طلاب عن التعثير ببعض أشكي المعنى أهلا بك حسن كيف هو الوضع في الجزائر وإذا كان نفس المشاكل أعتقد ربما هي المستحقات التي تتأخر هل هناك مشاكل أخرى غير المستحقات التي تتأخر هناك مشاكل تخص طلاب الجزائر لكن المشاكل التي تخص جميع الطلاب الخارج لكي أتفقية ليقتل كريمة أكثر من 10 ألف طالب يمني مبتعة أكثر من 37 دولة يعانون بروسها فارغة وصعوبة حاصة كوننا طلاب على المساعدة هذه المالية والتي ليست تكفي لعيش حياة كريمة وإنما تفيد بعض القرض في هذا الوضع الذي يعيشه وتمنى هناك مشاكل أختي الكبيرة يعني غير تعفير المحدد في الضرارات التعسسية ما تبك ذكره من بعض الزملاء والتعليمات الجاهنة الصادرة على استطاع الزرارة وزارة التعليم العلي وزارة العلي وتقليل وسياسة تقليل أربع وتعسين أشرا طلاب الزرارة الزرارة نعم بالنسبة كان هناك حديث عن أنه تم إسقاط أسماء طلاب من الكشوفات في عدة تول نتيجة نقلهم للمشاكل في مواقع التواصل الاجتماعي وحديثهم عن هذه المشاكل وعن تعامل المسؤولين داخل السفارات ماذا بالنسبة للجزائر هل حدث ذلك نعم لكن ليس لدينا حتى نعرف الكشوفات أولا بأول لكن بعض الأسماء التي تواصل مع الزرارة بسقوط أسماء وهم الأسماء المدربة له هناك مشاكل غير الزرارة ليس بدينا من الزرارة لأن كثير من حرص فقط نحن من حجم مال يقوم بأرمال السفارة من حجم الحجم ومن حج يعني بشكل نعم إذن حسين كنت معنا من الجزائر معنا الآن رمزي جبران من روسيا مرحبا بك رمزي أهلا بك رمزي ربما كان واس من روسيا تحدث عن أبرز المشاكل التي عانيتها في روسيا أنت من تحمل المسؤولية ورسالة توجه للمسؤولين أولا باسمي وباسم كل الطلاب العسكريين والمدنيين من خارج نشكر طناف القيس وكل القائمين على هذا الفرنامج الذي يتيح لنا على الفرصة من ناشرة العاجلة طبعا لدينا من ناشرة العاجلة نريد أن نوجه إلى رئيس الجمهورية وإلى رئاسة نجلس المجراء وإلى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة والتعليم العالم بسرعة إيجاد القلول الحق لها التي يعاني منها الطلاب المهتعدين في الخارج وأنها تتمثل من عدة مقاب أولا لدينا قضية زميلة مع الطالب عطل الناطسي الذي تخرج الملائع العام الماضي وهو ما جال يتبع في سجون الروسية لما يقارف الروسي والمثال والقبال للفراج عنه وكذلك النقطة هي المتحقات الطلاب والمساعدين في الخارج المتوقفات منذ ما يقارف 8 أشهر المثلات بالقص الثالث والقص الرائع لعام 2019 والقص الأول لعام 2022 وإيجاد ونقام هنا مطالبهم بهيجاد آلية المتحقات بين قبام قدم التأخر فإن الثالث في الخارج يعاني من التأثير المستمر للتحقات ومنهم من تم طربة من الجامعات حتى العدل قد تتلتها على دفع الرسوم والبعض لمنشط إيجاد حتى المواصلات والأشياء الضرورية في الطرر العالم أو الدين طائف اليمني الخارج أصبح وضع طعب جدا لا يتصد عليه طبعا لدينا النقطة الثالث وهي طلب التباكير السبب للطلاب العسكريين الذين يتخرجون بعد الأربعة ثانوات الأودة إلى الوطن وخلال أربعة أشهر طبعا رابعا هناك جدا الجهاد المقصبة بالتحرك العالم لإجلاء طوار اليمنيين المتعافيين في ميدي أوهان الصينية المبوعة وقد تم إحلاج جميع الجاليات من مدلب الدول في إيش الزمع الطالب اليمني فهناك ما يقار أصبعين من من السطوعين لم يستطيعون القرون لشراء حاجيتهم ومسلمات الملكاتية خوفا من فيروس قرونها الذي ظهر مؤقرا في هذه المدينة وهناك قبائل عجلة لا يسمح من الكثير من تضرحها ولذلك نحن ناشد بالذات بخصة رئاسة اليمني في الوزراء نحمل مسؤولية التاحير وكبارك نحمل وزارة التعليم العالم لكونها هي من أمسعتها في الصالب وهي المسؤولة المسؤولية الكاملة وكذلك نوجه مناشدتنا إلى لكي نسمعها السبير السبير في روسيا السعادية لندينا الآن نحن نطالقهم بالتذاكر للأودة خلال أربعة أشهر إذا لم تصرب خلال أربعة أشهر فنحن نتوجه مبارشة إلى استفارة بالتخليم هناك حتى تصرب لنا وكذلك السباكل من العودة إلى الوطن نعم نعم لإستطلاع تعليقات المتفاعلين مع البرنامج على موضوع اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي ونبدأ باستعراض أبرز هذه التعليقات معنا التعليق الأول من فارس يقول معاناة الطلاب المبتعثين في كل دول العالم سببها الرئيسي نعدام المسؤولية في أذهان من يتولون مناصب بهذا الخصوص وغيره واعتبار المناصب مكافآت واستحقاقات أو بمقابل رشاوة ومحسوبية وغالبيتهم غير مؤهلين لمثل هذه المسؤوليات لذلك لا أحد يبالي أو يهتم إن تأخرت مستحقات الطلبة أو توقفت خصوصا وأن أقارب المسؤولين في وزارات التعليم العالي والمهنية الدارسين في الخارج أمورهم سابرة ولا شيء ينقصهم هذا بالإضافة لأسباب أخرى مثل الفساد تعليق آخر تعليق آخر من تميم يقول نحن نقترب من موعد الربع الثاني عشرين عشرين ونازلنا ننتظر الربع الثالث من 2019 ولكن ولكم أن تتخيلوا حجم المشكلة ربعين فقط تم صرفها في 2019 من أصل أربعة لم نعلم أن ندفعها رسوم للجامعات أو إيجارات للسكن أم نتركها للإحتياجات الأساسية الجامعة ملت من مطالبتنا بدفع الرسوم وأصبحت تضغط على طلاب اليمنين بعدة أساليب كعدم السماح بدخول الامتحانات ورفض تزويدنا بأوراق الإفادة والتي تحتاجها من أجل تجديد الفيزا وكذلك عرقلة تستخراج قبولات للطلاب اليمنيين المستجدين بحكم أن اليمنين لا يدفعون الرسوم تعليق آخر للرفيق شهم يقول العرقلة ليست من التعلم العالي بل من معالي شخص المفترض منه أن يؤدي واجبه كرئيس للوزراء وقد أعطى توصيات المالية بعدم صرف مستحقات للطلاب إلا كل ستة أشهر مرتب واحد فقط رئيس وزراء ليس له علاقة لا في سياسة ولا اقتصاد وهو أحد بركات هذا القرن المبقل تعليق من معاد عبد الفتاح يقول معاد وزير التعليم العالي دعا للطلاب بالسلامة والشفاء ووزارة الخارجية دعت للطلاب بالسلامة والشفاء والسفراء اليمنية في الصين دعت أيضا للطلاب بالسلامة والشفاء رئيس مجلس النواب دعا للطلاب بالسلامة والشفاء باقي رئيس الوزراء لازم يدعي لهم بالسلامة والشفاء أنت ما تدعيش لمشتم أتدعي إذن بالتعليق الضريف هذا لمعاد نختم هذه الحلقة وفعلا كما يقولون شر البلية ما يضحك نتمنى أن تصل رسائل الطلاب هذه المرة ونتمنى أن يتم حلها نشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وأشكر كل من كان معي ضيب في هذه الحلقة والشكر هو موصول لزميلي معد الحلقة ومنتج البرنامج الزميل عمر النهمي الذي يبذل جهد كبير لإنجاح كل حلقة له شكر مني خاص ومن كل طاقم البرنامج والقناع على كل جهوده الجبارة التي يبدلها في كل حلقة ونشكركم أنتم ضيوفنا ونشكر أيضا أنتم مشاهدين على حسن المتابعة ونلقاكم على خير في حلقة قادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر